20 دقيقة على موجات لدعو الوطنية التونسية تحية متجدة لكل سادة المسامعين والمستمعات ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم سي فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتكسي الفردي اللي يحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف الصورة واضحة فم العديد من التشكيات قلت وأنه سي فوزي فم دخلا ككل القطاعات هي اللي تعمل الاشكاليات هذه وهذا ما رده للمشاكل النفسية المشاكل الاجتماعية اللي مر بها اللي يشتغل في هذه المهنة مع أنه مش مبرر لأنه تشوفوا أنه الطلبات على التراخيص والإقبال على المهنة كمورد رزق دائما بأعداد كبيرة فمن المفترض أنا من وجهة نظري لو لو أعطيت صلاحيات القرار رأوا اللي يشتغل في التكسي أو في أي مجال يكون فيه في علاقة وطيدة مع المواطنين بمختلف شرائح من المفروض يخضع إلى اختبار نفسي اختبارات عديدة لأنه مش أي إنسان تعطيه مهنة تكسي فردي ويتعامل ويتعاطى مع الكبير ومع الصغير ومع مختلف شرائح المجتمعي فزاد يكون يوسع باله أكثر ما يمكن هذه نقطة من النقاط اللي طرحناها نحن بش نطرح العديد من النقاط في علاقة بالتراخيص سيفوزي تعرفوا أنه الأمر 581 أخراج من أكتوبر اللي فات ظل يراوح نفسها المتعلق بسناد تراخيص للنقل العمومي وفم نوع من الولاة من لدنكم ومن لدن منظوريكم وحنا حكينا مع العديد من المشتغلين في هذا القطاع على الولاة بهذا الخصوص والله هو المنشور يعني من اللي يخرج يعني مجبورة سادة الولاة الكلة باش تعمل به وثمه وليات خدمت وفمه بسدد العمل فمه وليات قاعدة تخدم توافل تخدم به ولكن ثمه ربما فمه اللي يخدم بيبطأ تعرف اللي المنهج الجديد اللي يخذوه أنه الملفات الكلة هي تتدرس بعد المنفذ وهذه يريد بش تشد شوي وقت خطر بش تطلب وثيقة وثيقة للإثبات باش حتى عملية الطعن ما تكونش إيجابية بالنسبة لصاحب الطعن هذي حاجة تمنينا أنه ثمه عدة ولايات زادة كذلك فهى كتاب عامين ومعتمدين أولين وما كم يقوله فنحن والخدمة تمشي ببطأ هذي ما ثمه حتى هذي النجم نقوله ما نتنجمش تحمل فيها المسؤولي الإدارة اللي هي الإدارة ربما نقولك أنا نثبت في الملفات خير من خير ما نسرع ومبعد تصير أخطاء ربما المسؤوليين بعد ما تتحملها كان هي يعني بالمناسبة للحق تعربي يعني على مستوى الولاية تعالجمهورية يعني تعتبر أكبر ولاية ولاية تونس راي ولاية تونس تخدم فيها الملفات تضامل تخدم فيها بكل كم يقوله فنحن بكل أمانة يعني تحت أنظار عدل منافذ وتخدم زادة كذلك يعني في كنف الشفافية باش ما يوقعش تظلم من بعض الأشخاص ربما يتولي العمل الكل يمشي هباء منثورنا كيك هو ما تراشب أنه ناقبات لما خرجت من الليجان الاستشارية وتحضر كان في الجلسات النهائية سبب من أسباب في نوع من البطء؟ والله يشوف أنا شخصي نحكي على شخصي حقيقة أنا طلبت حتى طلبت قبل طلبت أني بالنسبة للنقابات تتجنبها الليجان هذه نتجنبها 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 القيل والقال لأنه أكثروا الكلام الحقيقي هم خرجوا من الليجان الاستشارية لأنه فما حديث على فساد فما حديث على ولاءات على محسوبية صارت قضايا في هذا الموضوع صارت قضايا في هذا الشأن ومن بينها لأنه ثم منشور كنا نعمل به قبل منشور عدد 40 اللي احنا الاتحاد تونسي التاكسي الفردي ساهمنا بش المنشور هذا يتنعها بالتحركات الاحتجاجية وأنا من اللي خرج المنشور عدد 40 دائما من سنة 2015 كنت نقول اللي روى ربما لو كان المنشور يكون في أيدي أمينة روى نجم يعدل به ما بين المهنيين وإذا كان يكون في أيدي خبيثة روى مع كامل احتيارات يرى بشيقع فيه التظلم وصارت تظلم على عدة ولايات صارت تظلم مصحيح موجودة ولكن هذك المشرع عمت يعني احنا كيف يعمل بعض الأحيان ولا كيف يش تصير أنه العمليات هذه متاع اللي جان ولكن أنا شخصيا نحكي على روحي عقد ما تتجنب اللي جان ربما يكون أحسن خلي المسئولية عند الإدارة بركة باش لو أخطأت الإدارة قادر بش تشكي بها للمحكمة الإدارية وقادر أنك بش تأخذ حقوق وإذا كان اليوم جتك وبرشة ناس جتها تظلم حتى من طرف نقبات يقول لك أنا نقبات تعسفت علي وكذا كذا ما عندك ما تنجم بش تشكي ولكن لجان الفرز من المفترض وأن يكون فيها ممثل أقل حاجة على القطاع في لجان ما يهديك الإشكال وين إذا كان في لجنة الفرز بش يكون ممثل على القطاع في عصرنا توسعي بياسر بش تلقى أهل الأمانة لأنه بش توقع خروقات بش يوصفوك أنت كنقابي بش يوصفوك عندك ولا لأشخاص معينين ربما زادة كذلك يثقلوا عليك حاجات اللي أنت ما عندكش شبهات شبهات نسمحون جمالدين أنا باعتباري أنا حريف وفي للتاكسي يوميا من سنوات وخدمت على التاكسي معناها من التسعينات التوى مع النقابات اللي كانت لتكاه هذه نقابة تعددية اللي جات الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسي خدمت على التاكسي مش تاكسي استخدمت على التاكسي من وجهة نظر صحاب من نظر صحاب ما عنديش برمية ناي ما نخدمش تاكسي ما عنديش من من الناس اللي قال عليها من سي فوزي من الدخلا ودخلا يعرفوه يعرفوه مش كون لكن حتى هم متواطئين علش هم متواطئين خاطر شكون يعطيه التاكسي الدخيل هذي اللي في برشة الناس يقولوا أراهم من الأمنيين ومن الموظفين في الأغالب شكون عطاه التاكسي عطاه تاكسي استي اللي عنده رخصة وعنده ورقة مهنية وعنده كيفو وأيضا زادة تاكسي استيه يلوموا على وسائل النقل يقولك عليها طلب كبير التاكسي في كل مكان خطر وجود ضعف في النقل العمومي هذا صحيح لكن هي زادة تاكسي ما ترفض ناس أخرين توصفوزي يحكينا وعونوا برشة حراكة احتجاجي على الموتورات اللي يخدموا في الموضوع هذا ويوفروا عرض للنقل للناس نوعية معينة ومثلا أنا مستحيل هتركبني بلايش مركبش معهم لكن ثم ناس تحب وتلقاها خير وواحد وكل لكن يحتج على الموتورات وهما بيدهم لتاكسي يقفوا في بلايس ويحكيوا معهم أنا حتيك بالضبط في البساج مثلا وين المترو وين كل مش وين البلاس المخاصة للتاكسيستية ذي كاتف عليها في الفلوس لا في النهج نبلي باحدها باحدها من الموتورات وأيضا في شارع بورقيبة في اتجاح القلويد وغيره معناها ثم زادة بلايس ومهزكش ويقفوا في غادي ومهيش بلايس متاع تاكسيستية يقفوا غادي يوميا نمشي ونلقاهم وفي برشة بلايس أخرين والمعاملة الأخرى في المطار في المطار هذيك لا في المطار هذيك في المطار هذيك يزمج ليها برشة ناس متورطين وأنا شفتها معناها على أقل في 30 سنوات و 35 سنوات عمل ديمة يتاخذوا قرارات عن تاريخ وزارة الداخلية ووزارة النقل يمشوا بي مشهروا بعد يرجع الحال وكما كان عليه نرجع للتاكسي اللي نحل بلاكا يقف ساعات يقف لك يقولك وين ماشي وينجم يهزك وينجم مهزك الساعات بالحق يروح وصاعات باش يبدل هو والزميل متاعه اللي باش ياخو ساعات لا معناها هو يختار الكورسة يبدأ الباب مسكر ما نجمش تحل وتحكي معاه كأنها هي معناها ما هيش كانها متاع خطوط ولا متاع حاجة ورغم هي التاكسي في كل مكان ثم الامتناع عن نقل حريف واختيته مية خمسين دينار كان مازالت لكن برشا ناس ما يعرفوش كيفش يشكيوا فهمتني ثم في كما قلنا قبل ديما ناسبه ثم برشا تاكسيستية طيبين جدا ويعاونوا الحريف امتاعهم وياقفوا يتسمى ويقولوا هما بلغتهم يكيسوا معناها ثم ناس تختاروا وجهات معينة واليوم هذي معناها وهم يتشكيوا مثلا من من تاكسي الجميع ويشتكيوا من غيروا واحد لكن هما زادا مشوا بكلهم يقوموا بواحد ومش الغرفة هي هو الاتحاد زادا ما عندوش تحسوا كينه ما عندوش سلطة على الناس اللي من منظوريه متاحهم لي يتجاوزوا الى القانون يقوموا بمخالفات انا كنجي نشكي مثلا نسي فوزي من كل وراء وصارت لي والتاكسي الناج نعطيه حتى الرقم بتاعه يقولي برا اشكي لي مثلا للشرطة ولا احنا ما نجموش ما عندو مش تحسيسي عندو من جانب الاحتجاجي فيما يخصك يتمسجلهم حاجة وبالفرض ساعات خاطر احذرنا في برشة واخذيت برشة مرار التصريحات متاع الناس يقولك انا اليوم ما نحبش ندخل في الحراكة الاحتجاجي هذا من اجل كذا يصير الاعتداء عليهم اليوم السباح مع التسعة ونصر كبت مع تاكسي يقولي انا ما نهتمش لا بلوتيكا ولا بالغرفة الاتحاد ويقولك انا كان ما نضربش معهم فما نضربش يضربوني بالحجاب هو شوف النجم خلينا نتفعل معك قبل ما نمشي لضيفنا الكريم سي سي فوزي من بكرة لش سألت وخطفه ماش نظام داخلي يعني ايه تو مثلا في عماية المحامين لما لما محامي من المحامين يصير خرق فالعمادة تعاقب يعني تتولى ما قانون خطر عمادة عندها الحق التأديبي جانب التأديبي بالضبط ايه ساعة واحدة يأكل محامي يأكل ما لا يتيم ولا حاجة بالضبط الهنا اليوم قبل الغدوة ضروري جدا حتى القانون يتبدل شوية لانه استنزاف المجهود الامني في مراقبة كل شيء ما ينجمش يؤتي اكله بالشكل وايضا اهل القطاع هما اهل القطاع الشرفاء طبعا القائمين على القطاع من الشرفاء اللي يعرفوا شنية الخروقات ويعرفوا ما يمكن ان يأتيه ليشتغل في هذا القطاع ويعرف نوعية العقوبة المستوجبة ونجم يقوم بدوره هكذا نخفوا العبء شوية على خطر كل ما يظلم مواطن مواطن يزم يمشي للامن كل ما يظلم يمشي للامن عليش بعض القطاعات يكون عندها نظام ردع يتردع نفسها بنفسها ولا انا غالص يفاوزي لا معقول كلامك كلامي ياسر طيب ويعني والفكرة الفكرة رو تنجم تقول فكرنا فاها حتى لانه ببعض طلبنا حتى توحيد النقابات وعلى اساس انه نرسله حتى سيدة رئيس الجمهورية يسمعوا في بعض الزملاء النقابيين على اساس نرسله سيدة رئيس الجمهورية باش تكون النقابات هذي كلها نقابة موحدة ونشوفوا نتنجموا بعد نخدموا لها الهيكل الهيكل تعالي عمادة هذي من صلبها باش على اساس انه يهتم بالمشاكل الانتاعها للتخفيف كما قلت للتخفيف على الادارة والتخفيف المسئولية على سلطة الاشتراف المعنية بالامر لكن هذا حسنه ودوة باش تطلب الطلب هذي قربة ربما فهم بعض النقابات اخرى لانو فهمت عاددية نقابية باش تنتقدك اه ما نحبش انه باش نكون في في صراع مع بعض الا بعض الاطراف انتم ما ماديني ديكم لتوحيد والله حقيقة بالنسبة لي انا شخص او فهمة يسمعوا فيها حتى زملائي يسمعوا فيها ماديني دينا للانضمام النسى كله نكونوا تحت قبة واحدة وعليش خرجتك؟ أنت كنت تحت الغرفة لكلكم كنت تحت الغرفة تحت منظمة العرفة كنا تحت منظمة العرفة وحقيقةً اللي كان سبب بش نخرجه اللي المنظمة هذية مع القدمة امتاعها ورغم عراقتها ورغم كده لكن تحسها مش تحسها بركة شي بالملموس شفناها بالملموس إنما هيش منظمة نقبية بش تكون تدفع لك على حقوق وقتي أنت اليوم تحطني أنا مع المزود متاع السيارات مع المزود متاع المحروقات مع المزود متاع قطاع الغيار ما نجمشه لأنه إذا كان بش يصير خلاف مبيناتنا المنظمة دي معيش تكون موجودة بش تكون موجودة معه ولا موجودة معي أنا بالعكس لا بالعكس هي ديما موجودة في صف صف رجال الأعمال في صف الناس أصحاب النفوذ لأن أصحاب النفوذ هم اللي يعتبروا مع بعضهم لزوز غيطاء لبعضهم غيطاء سياسي والغيطاء اقتصادي مع بعضهم بالنسبة للطبقة ضعيفة كما التاكسية حتى حد ما ينظر لها وهذا اللي شفناه وعاينناه من خلال الملف متاع السيارة المغشوشة السيارة البولوسية المغشوشة اللي فما ناس جاعدة تعاني منها فماش كلش نقرحه فماش كون كم يقولوا فانحنا اللي وصلت عايلته واتدمرت من جراء السيارة لأن السيارة وقت اللي حب حطينا سبوعنا على الدي وقلنا السيارة هذي مغشوشة عام 12-12 قبل الثورة بدت احنا لعلا الاحتجاجات بدناها من 2012 الاحتجاجات متاع السيارة هذي وشخصيا يعني قابلت حتى السفير رلماني وتعاهدي على اساس اني بش تكون تصليحة تاع السيارات كم يقولوا فانحنا من بولونا حتى الموتور ولكن للأسف المنظمة انتعنا اللي هي ممكن اللي هي بش تدافع لنا ما دفعتش علينا بل بالعكس باعتنا المنظمة انتعنا ما عارفتش كيفاش كيفاش تخدم القطاع انتعها تخدم البسطاء البسطاء انتع المهنة لانو احنا قطاع خدمات وقطاع حية وكبير برشة كيفاش معتكم سيسي فوزي وضح لنا لان الناس تسمع فينا وتبقى كلمة مبهمة يعني كيفاش اي حقيقة وقت اللي نشوف انا وقت اللي انا اتصلت قبل المنوخ و اي اجراء قبل المنوخ و اي اجراء احتجاجي اتصلت بالمنظمة امتاعي اللي انا وقتها كنت ننظوي اتطاعها من تحتها اللي هي منظمة عرف و اتصلنا بسيدة للمسؤولين على قطاع الغيار وكذا وكلها وكانت الاجابة كانت شبه خمسين في المئة ايجابية و سلبية في نفس الوقت خلاونا في الغموذ التجاءنا للاحتجاج وقت اللي التجاءنا للاحتجاج الوقت ذاكا جلسنا مع شركة النقلة ذي اللي دار الفولزفاغن جلسنا معها مع سيدة المسؤولين امتاعها ودي جاء عندهم كي منقوله فانا وقت الوقت ذاكا مسؤول مسؤول كبير طوه هو في منظمة الاعراف معروف وكلاء وكلاء السيارات ما جابش الاوكل لمتاعوا ما جابش الاوكل لمتاعها حك لا جابت بنسبة للحظة لانه احنا اخذينا منهج اخر حبينا بش تولي قضية ترأي العام لتجأنا حتى الاصفارة الالمانية وضغطت وضغطت السفير من الجانب امتاعه على على المزود من المانيا وضغطت عليها ولكن صار تجاوب لكن الوقت ذاكا انا نشغل منصب رئيس غرفة جيهوية اه تلاعبت بعض 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 الاطراف تلاعبت بالملف وقالوا لي انت بالنسبة لك انت جيهوي ما يمثلكش ما تنجمش تكون ممثل امتاع الجمهورية الكل فما عنا غرفة وطنية يلزمها هي تتكافل بالموضوع دائم انت وقتها بن عروس لا الغرفة الوطنية الغرفة الوطنية هي المشمولة بالموضوع انت وقتها جيهوي بن عروس انا جيهوي تونس اه جيهوي تونس وكاننا عنا العدد الكبير اللي هو موجود في تونس وحقيقة حتى انا خذيت البروسيديور اللي خدمت بها الوقت ذاك كل ملف ذاك يعني حتى من جهات اخرى عملولي تفويض باسمي تفويض باسمي بشي انا نتكافل بالموضوع هذا ولكن للأسف الضغوطات متاع المنظمة اللي نحن قلنا رأي المنظمة ميجد دافع لنا بل بالعكس بعتنا فمني كي ما صارت حتى للهاتف القار وقتها اللي جمعت للتاكسيفون يعني ثم وكانت ماش تندثر كم نقول وندثر هو الموضوع لأنه حقيقة اللي سمعت به أنا مؤخرا انه في القطب القضائي المالي في القطب القضائي المالي ما تحركش في القطب القضائي المالي ربما ما منعرش الملفات عندهم برشة منعرش نور بضابط المهم بالنسبة وقتها مع شوقي طبيب وقتها كان رئيس منظمة مكافحة الفساد في شوقي طبيب الوقت ذاك الملف متاع البولوسيت وعمل عليه ندوة صحفية وقال رئيس سيارات حقيقة رئيس سيارات مغشوشة ورئيس سيارات هذه غير صالح للاستعمال وهذاك هو بالنسبة لنا احنا كمستوى على المستوى العربي دي ما حقوقنا مهضومة من طرف المنظمة اللي كنت فيها منظمة العراف في وقت من الأوقات كي كانت الشركات تأمين ترفض تأمين للسيارات التاكسية باعتبارهم كان كثيري الحوادث واللي تسببوا في الحوادث حاولت في الوقت ذاك باش تأسس شركة تأمين خاصة بالشركات النقل اللي هي التاكسية وغيرها ووقتها وبعد تم إحباط المشروع هذي وعودت ورجعت وعملت لكم تدخلات مش معناها ما غطتكم ديما ديما أما صارت إشكاليات أخرى على فكرة بالنسبة بين قوسين بالنسبة هو ما يسمع فيها الشركات التأمين نرى يمنع منع عن بيت إنك ترفض إنك تعملي عقد ممنوع منع عن بيت بالقانون صارت ممكن صارت لكن نرى بالنسبة هوا اللي موجودة توا وهاني أنا نوجه النيداء الكمبانية معينة راي قاعد تخرج لهذا رايو ثم حاجات أحنا ما تبعناش قانونين لأنه تحب هي رفضت ثم يرفضوا الخدمة للتكسيب وهذا رايو ممنوع تعتبر أنت تخلت في البيع المشروط لأن أنت وقت من وزارة التجارة تشر التعليق أنك تعملي ليا العقد تعملي العقد عندك بونيس مثلا بيش تنحالي ولا كده من الحوادث من حقك بيش تنحي أما بالنسبة ممنوع منعن بيت بيش ترفض أنك تعملي العقد ثم ناس خرج يعني فما شركات خلي تتوصل المعلومة للناس يعني فما شركات تأمين ترفض التأمين للتكسيب وهذا رايو غير قانوني هيتسمع فيها التكسييات لكن الإشكال تعنا أحنا وين مش نحكو ونحكو بالمنطق ونحكو اللوجيك الإشكال أحنا مع الناش نفس لأنه كده كان مش تتبع قضائين تعرفوا أنتم توا مصاريف مصاريف بهذا بالنسبة مش تخرج عد المنافذ باك الحساب مش تخرج محامي باك الحساب وقعد استنى القضاء شوف تأخذ حق كل ما تخذه جي تقول ساعة ساعة أنا مش نصرف أنا مليون على كونترا تولي تحملها في نفسك وتخرج ولكن هذا نداء أنا راني نوسوه وسمعت عديد الأطراف أني بعض اللي كومباني خرجوا التاكسيات راهوا ممنوع منع عن بيت وذي أنا عندي على فكرة ممنوع منع عن بيت أنه باش ترفض التقديم سي سي فوزي النداء وصل طبعا حق الرد مكفول ومضمون على موزيد لضع الوطنية التونسية وفي برنامج المشهد الآن من الأشكاليات اللي يترحها المشتغلين في القطاع غلاء سعر السيارات وقطاع الغيار يقول لك أقبل كانت الدولة تتكافل بـ 12% اليوم تتكافل بـ 9% والسيارات عمالت أغلى يعني المشتغل في القطاع معتش يلقى روح يعني أقبل السيارة بيسوم معين هي أغلت والنسبة أقلت 12% والأمتياز الجبائي والأمتياز الجبائي ولت 9% وحقيقة هذه معظلة كبيرة برش وانتم تشوفها ربما حتى بيش ترجع لنسبة الدينار التونسي خطر لأنه سعر سعر بالنسبة المستورد بيش يجيب لك السيارة صحيح ريت تكلف لك شوي لكن احنا طلبنا حقيقة اللي إن شاء الله سيد الرئيس يكون يسمع فينا في اللحظة هذه ونداء اللي هو لأنه احنا طلبنا سابقا أن تكون عنا إعفاء ديواني وخاصة طو بالنسبة القطاع التاكسي ولا القطاع النقل بسفة عامة قطاع تا خدمات وتشوفوا أنتم قطاع تا خدمات قطاع حيوي يعني هو شرايين تا الاقتصاد لو كان تاكسي ما يتحركش ما يوصلش ذلك للشركة وما يوصلش الموظف للإدارة وما يوصلش كذا حقيقة نراهي بيش تصير أزمة كبيرة واليوم التاكسي يخدم على حساب صحة والخاصة يخدم في سويع زيدة بيش ينجمش يوفر أنه يخلص السيارة اليوم السيارة غالية القطاع الغيار غالي نشوفوا أنتم في المحروقات حتى مقارنة بالدول الأخرى المحروقات ماشي وتزيد وغالي علينا برشا أحنا كقطاع خدمات نتوجه بنيداء سيد الرئيس الجمهورية أقل شي أنه يتلفت للفئة دي ورسلناها أحنا قلتك سابقا ومزلنا بيش نرسلوه في عدة مواضيع أخرى زادة كذلك موضوع زادة كذلك بيش ما نفوتوش بيش ما ننساشوا الموضوع متاع سن التقاعد جايك جايك لا تسبقنيش عنا البرنامج متاعنا فما مبادرات في هذا الإطار وأنه بعض المبادرات اللي قدمت من قبل منظوريكم تقول علش ما نشري وش سيارات ما تفوتش عشر سنوات وما نبيعاش وهذه المبادرات المبادرات موجودة موجودة رسلنا رسلنا عطينا المقترحات بالنسبة أننا كنقابات عطينا عدة مقترحات وعليش كما نقوله فنعنا أنا ما نستنفعش أنا بالإعطاء ديواني بالنفسير مثلا كنجيب أنا السيارة من بره وبيش ندخلها للخدمة هي الخدمة علش قلت لك أنا من لول وقت اللي بدينا للحوار من لول قلت لك روى التاكسي يستغل السيارة متاعه ملكه الخاص يستغلها فنهار ربما يستغلاش في الساعة واحدة في قضيان شؤونه الخاص يعني السيارة على ملك العموم يعني النهار كامل يا إما عنده هو يا إما عند الصنع تخدم 24 ساعة بريسك على ملك العموم يعني يعني السيارة متاع الخدمات علش هي السيارة دي اليوم تكونش متمتعة بعدة بعدة حوافز علش علش يعني كما نشوفه حقيقة الامتيازات اللي يخذ فيها الفلاح حقيقة حاجة به مش كيف مش كيف نحن علش قطاع الخدمات ما نكونوش نتمتع بالامتيازات دي وانتي تحكي التمتع بالخدمات اليوم زادة من التشاكيات نجم الدين يقول لك وانو أنا صاحب رخصة تاكسي فردي لا أتمتع بالمنحة فقط عندي كان كرني لكنام اللي اللي نستعمله ولكن ما نتقضاش ما عنديش الحق في المنح 65 سنة ظل تقريبا ما عنديش حق في المنحة ما عنديش حق في المنحة دي قانون تتابع وزارت شوء الاجتماعية يعني انتم حكيتوا في الموضوع طالبته احتجيتوا على النقطة هذه ايضا ماشي للتقاعد والله رسلنا التقاعد نجم الدين أنا حكيت اليوم والله حكيت قبل ما نجري الحوار معك مع العديد من من الأصدقاء اللي يشتغلوا في القطاع التقاعد غريب متين دينار مويت فهم أقل زدها فورشيت في الصياد يخلص في 300 و400 دينار صديقي صديقي تاكسيس 2 في الصنف 2 تقريب 300 300 وش في الصنف الأجر الأدنى حتى الأجر الأدنى ما خلط ما خلطش على الأجر الأدنى الحق حق يعني اليوم في 2024 تحكي على 300 و400 دينار خاصة هو طغط يمتع وخاصة يبدأ صغير مثلا في 30 سنة حتى 65 يغطي 35 سنة من الطغط ومن العمل ويكون شوية بالحق الناس ونظم تكملهم راه لا حقيقة فما تعصف من مشؤول الاجتماعية في قطاعنا تعصف كبير ما ريناكم ش الصوتكم عالي في المدة الأخيرة ما عدا الموتورات ما ريناكم نجي من باب الأولويات وحلفتك بالله تجاوبني أما أهم الموتورات وإلا المنحة والحاجة يعني الإنسان في ظل غلاء المعيشة اليوم في تونس تحكي على 300 و400 دينار يعني رو مش معنا اللي يخرج لتقعد ننسوه رو رو التونسي وزميلكم فعليش مش صوتكم عالي في المدة الأخيرة لا أخر حاجة الموتورات شوف سيد الكليم نحن بالنسبة للموضوع رسلنا فيه حتى وزارة الشؤول الاجتماعية والله عندها أشهر وثم بيصدد حذار مراس لسيدة رئيس الجمهورية بعد ما سمعناها المدة الإخرانية مع سيد وزير الشؤول الاجتماعية فيما يخص التقاعد وكيف أنه المنحة هذه يحاول حل حلوها سيدة رئيس الجمهورية لكن ثم كلمة قلت يصير الاحتجاج يصير الاحتجاج نحن يصير الاحتجاج في بعض الأحيان نختار ثلاثة أربع نقاط وللأسف يقول لك برشا ناس يقول لك لا أنا لا 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 لنساعدني كده مال علش أنت اليوم أنت اليوم تحب النقابة تدافع عليك وقت لي أنت النهار للنقابة تعيت لك ما تلقيك وفما أنا وقت نجي نشوف أني فما نقوله 15 تاكسي في تونس في تونس كبرة نقوله 15 النهار اللي تعيت على موضوع معين تعيت على موضوع معين نقوله نحن المحروقات كما يعني تهم الناس كل نقول أنا لنحكي مثلا في موضوع كما تقول أنت توتع الشؤون الاجتماعية يهم الناس كل الفئة كبيرة تتغيب من المباشرين يتغيب أنا حشتي بهم أنا بش يكون الإضراب حضوري ليش بش الإدارة وقت لتشوف العدد الهائل موجود بش تعملك ألف حساب وتقول لك رأو حقيقة تنا الموضوع اللي يحكي فيه رأه موضوع حقيقي وروحك ولزمنا بش نخزروه لكن أنت وقت لتشوف عدة أطراف تقول لك أنا نخدم ما يهمني وأنا نسور جورناتي وما عرف بش نو أنت إذا خممت أنك تخدم اليوم لك غدوة بش تلقى روحك محجاج سيفوزي لحقيقة كلمك صحيح وإحنا لاحظنا حتى يعني سما نس تكسر سيفوزي شفنا صار تبادل العنف أنا شفتهم يعني في العمر اللعلى وحين تلاق شفت بعيني يعني في بعض الوقفات الاحتجاجية وبعض الإضرابات يعني تكسسفية مش متفاهمين في بعضهم يعني وصل ناس توقف في زملائي ما تصير حالة الاحتقان طو معج زميل وقت لي أنا نجري أنا باش نشكيل وعلى الموضوع متعو وهو ونحاول أني الإدارة نأخذ منها ولو نسبة قليلة من المواضيع ونلقي هو يخدم هذا فشل اتصالي منكم مع منظوريكم فضوا إشكالياتكم مع منظوريكم بشيء تترح فيها لشكوم شي حلة تحلوها بنات بعضكم احنا اللي همنا أنه مطالبكم تلقى طريقة إلى الحل من خلال هذا المنبر العلامي وغير وغير أما مشكلكم الاتصالية وفشلكم الاتصالي بعد إذنك بطبيعة الحال هذا تتحمله نتومة لا تقول لي أنا نستدعي وما يجي لا يسمعه لأنه احنا في بعض الأحيان نبلغوا عليها حتى في الإذاعات نبلغوا عليها قبل بأسبوع ويسمعوا لكن ثم ناس فما عند مرض نفسي حقيقة يحب يضرب بالنسبة لنا كعمل نقابي نحاول وبعض الأحيان ندرس الموضوع حتى بالأسبوع قبل ما نعلن عليه ونبدأ الناس نوصلوا لها المعلومة دبوش ورا يعني أسبوع لكن ثم نحن تضرب العمل النقابي لا لغاية أكثر حاجة نجم نشكرك عليها هي وصع البال اللي عدنا به في بداية هذا اللقاء لأن ويبقى أصدقائنا بالحق أصدقائنا بالنسبة للتاكسيات والله أنا قلتها ومزلت نقولها وراء الكلمة هذي نكون رحمة بين بعضنا لأنه حقيقة المواطن التونسي الظرف اللي يعيش يكفي ما نصعبه عليها برش شكرا جزيلا سيفوزي الخبوشي رئيس الاتحاد تونسي للتاكسي الفردي على الحضور وعلى كل ما أفتنا به احنا هكذا نوصل لخاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن ربي بقي ستر على تونس إلى اللقاء